كنا نتكلم قبل كده كتير عن مدرسة وقطاع الناشئين والفريق الكبير للقاراتي في النادي الاهلي وقلنا أنه هو مدرسة كبيرة على مستوى العالم وكل الدول الحقيقة عارفة به من أوليابان اندونيسيا غير وغير الدول المتقدمة في الكاراتي يعني بيتها سبق وأكيد ليبقى فيه بروتقالات بيننا وبينهم في الكاراتي ويمكن زي ما حضراتكم عارفين أن الكاراتي للنادي الاهلي قدم أبطال عالم كبيرة كنا نشوف دكتور مهند مجد من شوية وعضو مجلس إدارة وبطل عالم فازت بمديلية أولمبية في أولمبيات توكيو 2020 النادي الاهلي قدم أبطال كتير وما زال بيقدم النهاردة منتخب اندونيسيا لما حاب يعمل معسكر عمله في القاهرة وبيلاعب طبعا النادي الاهلي أو بيلعبه مع النادي الاهلي في مبارات ودية عشان يعلوا مستوى النهاردة بتتكلم على منتخبات النهاردة بتيجي تلعب في النادي الاهلي وبتستعد في النادي الاهلي النادي الاهلي مبارح استقبل في فرع مدينة ناصر بعثة منتخب اندونيسيا للكاراتي بين النادي الأهلي ومنتخب اندونيسيا طبعا في حضور الدكتور مهند مجدي عضو مجلس إدارة والدكتور مراد عاصم رئيس الجهاز والأب الروحي للقراتي في النادي الأهلي واللي كانوا على رأس المستقبلين لبعثة منتخب اندونيسيا وده في حضور السفير لطفي رؤوف سفير اندونيسيا في مصر في فرع النادي بمدينة مصر الدكتور مهند مجدي كان حريص على الترحيب بسفير أندونيسيا في مصر وبعثة المنتخب الأندونيسي للقاراتيه في إطار علاقات الوطيدة لتربط الأهل وكافة المؤسسات الرادية داخل مصر وخارجها وقال الدكتور مناد عاصم أن الأهل دايما بيستقبل زيارات من أندية ومنتخبات مختلفة في لعبة الكاراتيه وده الكلام اللي قلت لحضراتكم في مستهل الخبر لنتبادل خبرات وده بيأكد النادي الأهل من أكبر الأندية اللي بتضم لعيبة على مستوى عالي ومميز النهاردة بنلاقي السفير الأندونيسي موجود في القاهرة بيحضر المبريات منتخب أندونيسيا موجود بنلاقي أيضا منتخبات كانت قبل كده موجودة في النادي الأهل بتستعد في الكاراتيه ده بيدل على قوة وصلابة يعني هذه اللعبة جوه النادي الأهل واللي قدمت كوادر مش بس كوادر لعيبة ولكن من يعني كافة العناصر في اللعبة لمنتخبات مصر وخصارة كبيرة جدا لمصر أن هذه اللعبة خرجت من الأولمبيات كانت موجودة فيه طبعا توكيو 2020 يعني ليك ثلاث ألعاب بتختارهم هي أصلا مش لعبة أولمبية ولكن في اليابان اليابان اخترت من الثلاث ألعاب الكاراتيه فرنسا ما اخترتها ويمشوا ولكن فيه كلام أنه ممكن بعد كده هتخش تبقى لعبة أولمبية ده مطلوق طبعا لتقدير اللجنة الدولية الأولمبية إذا كانت هتخش ولا مش هتخش اشتركوا في القناة